بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة المحاضرة رقم 4 فإحنا الحمد لله جاشئلة يعني قطعنا شرط حلو إحنا وصلنا لغاية صفحة 70 وإحنا كده بيدنا صفحة 34 30 يعني 30 صفحة طبنا كريم النهاردة إن شاء الله هنبدأ الجزء الثاني في الدالس أو في المشين أباريتس أو الدالس أباريتس إحنا أخذنا مرة فاتت الدلات سيركت والنهاردة هنأخذ الإيه؟ الداليزيت سيركت أو الداليسيس فليوت سيركت فأنا عايز نسمي صح صحة كده معي عشان القصة فيها شوية كعبالة يعني وده الحاجة اللي إحنا ما بنشوفهاش يعني إحنا الدلات سيركت اللي إحنا كنا نعين مرة فاتت بكل حاجات اللي شايفينها ودام عينينا شايف اللاين الأحمر وشايف البامبو وشايف البيناس تراب وشايف مش عارف إيه إنما اللي حاجات دي كلها دي بنتمج جوه الماكينة بقى ده السائل اللي جاي من قط المية والجراكن والدين يتمشي زي جوه الماكين فتعالك هده انت واحدة واحدة نشوفه الدالسي سيركت ده أصلاً هننتكلم على إيه؟ نهاردة هننتكلم على إيه؟ دول حاجات تقم واحد الووتر توريفيكيشن سيستم قط المية كمانا؟ ودي مش هنتكلم عليها كتير دي ليه هشابتر لوحدة إن شاء الله المحطرة الجاية حتى يبقى كل الكلام على قط المية الشيء الثاني حاجة اسمها التالت الالترافلتريشن كنترول الرابع مونيتورز عندي ألرم كل المونيتورز ده علاقة بالديلزيت فليود والهيتنج انديجازنج والادبانسي كنترول فهننبدأ النهاردة بالإيه؟ بالووتر توريفيكيشن سيستم هنتكلم كلمة صغيرة عليها الكلمة بس البسيطة اللي احنا حاجزين نتكلم عليها هو ايه أهمية ان انا اعمل بيوريفيكيشن للووتر انظف المية او اخليها مية بيور لماذا ما استرينش مية اللي احنا فيها على طول؟ يعني موات حاجزنا مشاركة ايه بقى فرقها ان انا اخليها دياليسيس عم بيها دياليسيس والله الحقيقي ان القصة كلها ان المريض جسمه يتعرض يورينجا دياليسيس لتقريبا من 120 ل 200 لتر من 120 ل 200 لتر مية في كل سيشن في كل سيشن والمية دياليسيس لو انا اخدت التاب ووتر او المية البلدية او المية الحكومة دخلتها على طول على البكرة الى حد ما بيبقى فيها كونتاميننت ويبقى فيها مايكرو ارجانيسيس جسمي انا ال جي اي تي قدر يتعامل معه انما هنا بعرضها الدم المريض ومبتها سؤولة زي ما شرحنا احنا المرة اللي فاتت فاول مرة وثاني مرة ان فيه اجزاء او موليكيول فاول استبدأ تخش من الدياليزيت الى البلد الى البلد مش بس مش كل حاجه مش ان انا بشيل يوريا والكرياتينين وفصفور والكلام ده كله لا فيه مواده تقدر يحصل لها باجد فيوش بتخش العكس فانا ببقى خايف او من القصة دي عشان كده هم عملوها شابتر الوحد ازاي عمل المية وعندنا ليها قوضة كاملة لوحدة اللي هي قوضة معالجة المية فده موضوع مهم جدا وموضوع كبير جدا ولازم كل دكتور مشغال نيفرولوجي او شغال فيوحده الغسيل يكون عنده كل المعلومات الكافية ازاي يتعامل معوحدة المية لان هي لما بيحصل فيها مشكلة انت اللي بتتجابي مش حاجة تاني تفعنا؟ تاني دي كانت اول نقطة النقطة التانية البروبرشنج سيستر ايه بقى القصة دي؟ احنا تفعنا ان فيه بيور ووتر جاي من قط المية تفعنا كده؟ هل دي بس نساومها في الدياليزيت؟ لا احنا بانستاخدر معاها كمان الكونسنتريت ايه هم الح carefully الي هم الجراكن والكابسولات الجراكن والكابسولات نوعين فيه الجركن الكبير دا الي نسمى الأسف الكونسنتريت وفيه الكابسولة أو مكانه الجركن الثغير زمان او في المكان القديم، دا ببقى البايكاربونات فذي احنا كلها بنسميه على بعضها ايه ؟ الكونسنتريت؟ في بقى عندي جوه الماكينة نفسها بتقدر تعمل proportioning عشان تصنعلك الاخر الديليزيت فليوت طب ال proportion ده هل proportioning برقم معين ولا بأي نسبة والسلام لا proportioning برقم معين جدا احنا بنعمل proportioning 34 مية 34 مية 1 و 8 من 10 بيكارب 1 أسد 34 مية 1 و 8 من 10 بيكارب 1 أسد دي الاغلب الكل الماكين تريباً اللي شغال في مصري فإحنا كدنا ماشيين بالconcentration دي المكان بتساستم على كده يبقى كل لتر ديليزيت هتلاقي فيه مية pure water وجزء من الجيركن الكبير اللي هو الأسد وجزء من الجيركن الصغير او الكرسولة اللي هي البيكاربونات كل ده عشان نصنعلك الديليزيت فليود اللي هو يمشي مع المريب بتاعت هو اللي هو الديليزيت فليود طيب هو ازاي بيعمل ميكسنج الميكس ده بيحصل ازاي قال لك وضاهة فيه طريقتين للميكس فيه طريقة اسمها central delivery system دي بتبقى زي غسلات كبيرة كده موجودة جوه قوض المية نفسها هي انت بتحط لها كميات كبيرة من الconcentrate سواء الاسد او البيز وهي بتاخد من قوض المية وهي اللي تعملك الميكس ده جوه قوض المية واتطلع لك الديليزيت فليود جاهز للمكنة اني هتستخدمه جاهز للمكنة ان هي ايه تستخدمه الميزة في القصة ديه دكتور عمرا هتبقى ايه في central delivery system ده ان هو على long run حيوفر وقته فلوس هيوفر وقته فلوس انما عيبه ايه ان اي خلل فيه وقف لك الواحدة كلها انما اللي اغلب الناس ماشى بيه اللي هو ال individual system ده قصته اللي احنا ماشيين بيها اللي هو ايه انا حطت المكنة موصل لها خرطوم مية من قط المية او يعني انبوبة وحتطلعها jerkin acid وحتطلعها كابسولة البيكارب وهي المكنة اللي تبدأ تعمل الايه ال proportioning وتزبط تسحب من هنا ومن هنا ومن هنا لغاية ما تناسب كله مع بع الكلام سهله وبسيط وموجه طيب عملنا ال proportioning خلاص مكنة زبطتلي وطلعتلي كابسولة ايه الخطوة اللي بعد كده خطوة ال heating ودي كازين ايه heating ودي كازين خلينا بنتها البسطة يعني المخروض يعني دي الحنفية بس مش حنفية انا خلاص احنا في المكنة دلوقتي جمعنا المية من التلاتة من التلاتة sources خلاص وحن نزلهم نواقية جوه المكنة طيب هم جوه المكنة درجة حرارتهم ايه اقل من درجة حرارة الغرفة درجة حرارة الغرفة المفترض كامل روم تمتعيش 25 ثم المية بتبقى اقل من درجة حرارة الغرفة طيب ايه المشكلة مشكلة ايه حضرتك ما ينفعش ان انا عرب المريض لمية درجة حرارتها اقل من درجة حرارة الغرفة فلازم ان انا ايه احطها على هيد ادخل احط سخان جوه جوه المكنة نفسها طيب دميل اعطينا سخان ايه المشكلة ان السخان ده لما انا عبقى تلحها ايه عايزة انا اوصل درجة حرارة المية من 35 إلى 38 في الرنج ده ايه المشكلة اللي حتحصل لو انا عملت كده هو انا لو انا جبت كان فيه اللي هو البراد اللي هو البراد الضغط ده البراد مضغوط كده بيتحط على النار ولما بيوصل لدرجة الغلايان بيحصل ايه طب بيسفر ليه البخار فانت اي مية تبدأ تسخنها بتطلع ايه بتطلع مخار بتطلع غازات ايه خبره بيض طب اتدخل هوا جوه الداليزيت فليود طب ايه مشكلة لو دخلت هوا هيحصل ايه هيقل الكفاة الغسيلة قلل الـ فلازم الهوا دا يتسحب فباسحبه ايه بحط ايه بام بهده نجاك البرشور تسحب الهوا ده سهلة كده اللعبة يبقى ده اول خطوة اول خطوة اعملت من التلاتة سيستمز بتوعي مقتلبين او التلاتة سورصات بتوع الدياليزيت بتوعي الدياليزيت المية والاسد والبيس بعد كده دخلت الكلام ده بعد ما عملته دخلت جوه المكنا المكناه ستبدأ تسخم بعد ما تسخم حيات العغاز سنشيل الجاز ده با ايه باي دي جاز سيبدأ التكلم على المونيتورز والالارمز المختلفة اللي موجودين في المكناه هو هنا اتكلم على خمس انواع من الالارمز قال لحدياتك فيه الارمز اسمه تنبريتشال الارار باي بايس بالف بلاد ليك ديتكتور ودياليزيت اوتفلو بريشير مونيتور دي كلها انواع المونيتورز والالارمز اللي موجودة جوه المكناه نحن هنبدأ نتكلم على كل واحد وان كل واحد فيه ممكن يزهرلك على الشاشة وتلاقي المكناه وقفت فعلينا نعرف كل واحد فيهم هدف ويدل على ايه وامي المشكلة اللي موجودة gelir اللي كملت الغسيل والالارم ذا اتشعر ثم But Past ابتلك الدرية تصوير الكل البدرية تصوير الكهربائي تنبريك بتاعتمد ترى صح ؟ السنوار القصة تعتمد على ايه ان انا عايز ايس كميش وهناك سوديوم وكالسيوم وماغنيسيوم وماغنيسيوم فانا مش حقدر اقسهم يعني ممكن في كس طريقة ان احنا نقسهم بس ابسط وارخص والاسهل والمتغفرة طريقة ايه ان انا اقسى الالكتريكال كورنت لجوه الماء اللي حيبقى اكتر مادة بتعبر عنه بوضياليزيت فلوود هي ايه سوديوم بزبط كده طيب القصة بتحصل ايه الا حديدك يعني لو فيه مشكلة في البروبورشنج سيستم يعني البروبورشنج مبقاش شغال مزبوط مبقاش شغال 45 لواحد و 8 لواحد لا بدأ يدخل سوديوم زيادة او بدأ يوقع على السوديوم او الدنيا ما زبطتش مبقاش البروبورشنج مزبوط فا ايه اللي هيحصل انا حلقتك معناها ان ممكن يجيلي سيفير هايبر اوزمولر دياليس السيليوشن دياليس السيليوشن فيه كميات املاح عالية جد او العكس او سيفير هايبر اوزمولر دياليس السيليوشن طيب ايه اللي ممكن يحصل لو انا غسلت بالهايبر اوزمولر دياليس السيليوشن ده يعني انا حتطلق داريليزيت فيه املح كتير جد ايه اللي هيحصل ايوه ايه اللي هيحصل ايوه يعني العين هيجيله ايه اكسلان هايبر ناتريميا هايبر اوزمولر دياليس السيليوشن طيب لو حصل العكس يا دكتورة يحصل هايبوناتريميا وهايبوكاليميا وهايبوناتريميا وهيبركاليميا طيب 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 ملي سيمينز بر سنتيميتر و لو انت روحت علي البر البر بتاع الكندكتيفتي اللي موجود في الماكنة هتلاقيه متعلم فوق مقابل عليه مس بر سي ام محدش هنا بيمركز اوي اصلا كل البرات التانية اليونت بتاعتها مليميتر مركي انما ده البار الوحيد اليونت بتاعتها مختلفة ملي سيمينز بر سنتيميتر وهو ممكن عمله ترانسليشن بعد كده لأوم او بولت ما علينا بالقصة دي يعني حفظنا على كده ملي سيمينز بر سنتيميتر هو نورمال كوندكتيفتي البار ده نفسه متعلم من كامل كامل من 12 الى 16 هي دي كوندكتيفتي اللي اقدر اعمل بيها دالس من 12 الى 16 طب لو حصل وطبعا هي الماكنة ما بتبداكش الواسع انت لو بتخسل بتبدأ الماكنة تديك أبر ولوور ليمت عشان برضه ما تطلعش براه ممكن الأبر ولوور ليمت دي مثلا لو انت هتخسل على 14 تديك ايه 13 ونص و 14 ونص تديك نص فوقه تحت او واحد فوقه تحت طيب لو حصل ان الكندكتيفتي ما كانت مزبوطة نفس بقى الرسمة احنا نسلنا مرة تطلعت لفوق يحصل ايه الارم ساون طب هل الماكنة تقف البامب تقف لا هنا الديليزيت هيخش البيض يعني ايه انت عارف ان المرشح متوصله اربع فتحات فتحتين للدم وفتحتين للديليزيت لما الكندكتيفتي تقف لما الكندكتيفتي تبوز تعلق او توطى الماكنة بتشوت داون الخراطين بتاعت الكندكتيفتي التوبس بتاعت الكندكتيفتي الماكنة بتوقف وتخليلك الديليزيت يخش على الايه على السيوات جالاتورة على المجال من غير ما يخش على المريض عشان تمنع ان يحسن هايبو او هايبرناتريم بس البومب البلد فلو مش هيوقف هيفضل ما يكمل تفقنا كده؟ طيب هتتضيك الان والكندكتيفتي تنور والديليزيت يعني انت تبقى متطمن ان المريض في اللحزة دي مفيش حاجه هتحصله بس هو كده ببي يخسلش لان عشان يخسل لازم يكون في ايه؟ ديليزيت طيب السؤال بقى هو ايه اللي يلعب في الكندكتيفتي يعني ايه اللي يخلي الكندكتيفتي تعلق او توطى اشان دي ده اشراحها كده اشان من الشغل احنا شفناه الفترة اللي فتة او شغل عاماتا في الداليسز هو ده اكتر الارم بيزا في المكان الكندكتيفتي لان هو حاجه بتظهر على طول واسبابه تفهى وبسيطة وممكن تحصل نورمالي وانت بتعدلها ايه؟ على طول الاندكتيفتي اول حاجه ان الكندكتيفتي يبدأ موضوع وثيطة فمش هنلاقيلك الحاجة نعملك فيها فترة الماكينة اتنورت تعرفك ان الكندكتيفتي بعد يزنك تغير دفعنا كده ثاني حاجه ان الكندكتيفتي يعني انت يعني انت عصايا فاكرة عالق العصايا مش داخلة يعني انت حطيت الجركن والجركن مليان بس محتاش العصايا فيه طب انت كده عيسس حملين امام؟ ايه كمان؟ او ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أخر شيء من الحقيقة تخطي الانتظام تغيير 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 يوجد ما يوجد يوجد المشكل يوجد فهو لا يوجد في الزبط المزبوطة فبالتالي مش قادر يديك البروبورشن الصح فبالتالي مش عارف يديك الاليخت الكالكارنت الصح فبالتالي الكندكتيفتي بوزن يبقى هي دي كده اشهر واغلب الحاجات اللي احنا ايه اللي احنا عندنا مشكلة فيها فانتا كده يبقى الليستة دي قدام عناي كده دكتورة شايماء اه الماكين اوقعت كوندكتيفتي يبقى انا حرقم واحد هبص على هبص على عجلك هبص على العصيان هبص على توصيلة المية المية موجودة ولا لا لو المية مش موجودة بها كده هان شاء الله المرة الجاية هنتعلم ازاي نخش قط المية ونشيك على قط المية كلها ابدأ هبص على الجرك نشوف ده فيه مشكلة ولا لا وهكذا لو كل ده سليم 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 مفيش مشكلة والماكينة برضو موقع كوندكتيفتي معنى كده ان يفيه مشكلة في ايه في النكسجين تشامبر جوه مش مزبوطي بقى انا محتاج اجيب مهندس سليم 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 تنبريتشا الارب طبع هل رقب الكندكتيفتي ته بي تقول لها رقب معين السوديو؟ بص هو المين المين ريفلكتب للكندكتيفتي هو السوديو بس مش معنى ان مثلا ان الكندكتيفتي بديك 140 ان الكندكتيفتي 14 يبقى 140 يبقى فيه كده ايه او تفرينجي حاجات بسيطة كيفانا؟ تنبريتشا الو بازت يبقى ايه يبقى ايه يا بزبت يا ساعة يا سخنة طبعا بتعليب اندى الاول بالساعة ايه اللي ايه خلي او مش ايه مش ايه ايه اللي يوقع لو مي لو درجة الحرارة اللي تعيزيت وقعت وقعت دي كان يعني يقل من 35 35 في ما تحت هتبقى المشكلة في العيان الصحي ولا مني يعني الكنشوص ولا انكنشوص طبخ بالاش خلينا نتكلم فيها بالطريقة ابسط يا الا اه وانا حقنت المريض محلول سائع بسرعة، يحصل له ايه؟ هو المريض نفسه بقى هل يحس بيه؟ انا هطلت درجة حرارة جسمه، يبدو المريض يترعش، تمام؟ ويتكتك ويقولك انا ساعان، انما لو المريض انكشف، مش حاسس؟ هو حاسس بس، مش حافي عبر يعيني او مش حاسس، تمام؟ فتبقى مرحبا لعينين انكشف، فلو هو العين انكشف، هذا العين انكشف، ليس يخش في سبير هايبوترميا لو انا مخدش باري، انما العين انكشف، سيقولك يا دكتور الدنيا ساعة، دكتور في حاجة مش مزبوطة، تبقى انت بتغسله شهر 8 وهو مساعة ساعة متى كتب، فانت اول ما تلاقي العلامة ديه، تدول ان فيه مشكلة، دفعنا كده؟ طيب العكس بقى، الدنيا عشو نار بتطلع وبتاع، ايه يا جماعة الدنيا حرق او؟ طب هو لو درجة حرارة دياليزيت عالد فوق ال 42، يحصل ايه؟ المريض هيتسلق، الوقت يو 40 يسر دينا تيوريشن البروتيين، و دينا تيوريشن البروتيين يعني المريض تتسلق حرفيه، يفعنا كده، فده تعمل مشكلة وهيمولوسيزو بتاعه تبقى مشكلة كبيرة جده، فاخد بالك لو التمتريتشر، اوتوفلمت، يعني هاي او لو تمتريتشر، والمكنا بتبديك، تزا هاي تمتريتشر ألار، مكتوب عليه، ماذا بيحصل؟ المكنا عشان تحافظ على المريض، بتدخل ايه؟ الدياليزيت في بايبووس، انا تقول تلاح دماغ، عشان ما يحصلش اي مشاكل، عشان نمنع دوس اي ايه، هارومفول ايفنت للعين بتاعي، المكنا عشان تدخل الدياليزيت في بايبووس، وعرفنا عن ايه بايبووس؟ يعني الانلت بيخش عطول من بره بره، يطلع على الدرينيج، من غير ما يوصل للايه؟ للمريض او للفجد، هذه هي والخيار نتكلم عن بايبووس فالف، نحن تكلم عن بايبووس فالف عمرتين عاما، امتى وامتى؟ لو لدي كوندكتيفتي او تنبريتشور او تفليد، ده يشغل بايبووس فالف، في كوندكتيفتي مش مضبوطة، او تنبريتشور مش مضبوطة، ساعتها المكن عطول تفهم ان فيه مشكلة، وتقوم هي مشغل بايبووس فالف وتمنع دخول الدياليزيت للعين، فده ايه؟ ماذا؟ ماذا؟ طيب، ومن المدينة الجميلة أيضاً هو الـ Blood Leak Detector هذا الـ Blood Leak Detector يكون موجود في الـ Outflow of Dializate في الـ Outflow of Dializate في الـ Dializate اللي طالع من المرشع وليس اللي داخل من المرشع يعني اللي هو كده Theoretically يعني بما نحن كنا نشغلين بالقصة دي اللي هو الـ Line اللي تحت وده اللي فوق اللي فوق بضبط كده اللي ايه؟ اللي فوق وده اللي تحت الـ Dializate أول يبقى تحت وده اللي فوق ؟ ¡Out! اللي يبقى أبداً؟ أبداً؟ اهه ايه قصة الـ Blood Leak Detector دي؟ هو حضرتك مشانت الـ المرشح دة عبارة عن capillaries رفياة ، huplo fiber كده وقتاعة ما عرفش إيه؟ والمفروض فتحات التي فيها تعدي small أو middle size موليكل الاقته ويفرض الضغط TMP كان علي درجة ان الـ Capillaries دي فرقا عادة ولا مخطتش بالي عندي مرضى كتير والنبوتشاة مقلوبة والدنيا مش تمام ماذا سيحدث ؟ ان الدم عمال سيهرب من الكابيلر يزدية يطلع في الديليزيت وتبقى انت عمال تخسر الدنيا تمامه وتبقى مرحة العين بقى أبيض ودخطه يقع والمريض ينزف جوه المرشح المريض ينزف جوه المرشح دي مصيبة سودة طبيعي ان انا حالي انا بسيتها على المرشح حارف بس يعني انا مخدتش بالي والمريض عمال يفرط حتى لو في هذه ميكرو بليدن حاجة بسيطة خالصة انا ممكن مخدتش بالي منها بس بردو على توقع مدار الجلسة الاربعة ساعة توقع المريضين المريض هي المكان ستاخد بالها ماذا ستاخد بالها ؟ انا حدثتك لو دي كده الديليزيت ده الديليزيت ان وده الديليزيت اوت فانا حدثتك على الاوت لمبة نايت سورس واللمبة نورت اهيه وحدثتك قدامه هنا فوتوسانا دي كده خلية او حاجة تمتص الدوق بتاع الايه ؟ بتاع اللمبة دي وطول ما هي شايفة الدوق بتاع اللمبة دي تمام هو المفروض هنا بيعدي ايه ؟ ديليزيت فليود وده لونه ايه ؟ ابيض شفاف فالمفروض النور ده يوصل بالفوتوسيل قد تتحرك وطول معكم فالفوتوسيل ده واللي بيع احصل لو فيه بالفوتوسيل جوه داخل الدوليزيت ستحجب النور بالنور على الفوتوسيل فيفدت الإعلارم يزمر فالسؤال ده هنا اعيز شخص يركز حط نفسك مكان الرجل اللي مصنع المكنة أنا الوقت هي تحديك اختيارين لما انشهل بلد ليك ديكتور أخلي الدياليزيت يخش البيباس ولا وقف المكنة كلها ليه حماء بالظبط أنا حوقفلك الدياليس بريتس كلها وقفلك المكنة وقفلك البام لذا انت استمرارك في عزينة عملية هيموت المريض هيموت المريض هيموت المريض هيموت القصة دي فدي مهمة جدا طب حل حطينا مونيتور طبيعي اذا نحطه في كل حتة ده في الدياليزيت اوتفلو ليه عشان نحسب منه TMP سهلا كده احنا عرفنا ان TMP تحسب ازاي بالظبط كده وانشيل منه وانشيل منه الدياليزيت ونحسب TMP انا بقدر اتحكم في من يا دكتورة في ده انا بقدر اتحكم في ده في TMP ده اللي قدر اتحكم فيه فلاص عشان اصبت منه اصبت منه الايه اصبت منه الالترافلتريشن بتاعي اللي انا اعرف فده خليني اخش على كونترول كان اسمه الترافلتريشن نقطة مهمة بقى اوي 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 انا كنت اعمال برضو مش يعني في اول كده ما بدأت اراية في الدياليزيت اريتش من المواده بالذات من ضمن الموضيع اللي شادت انتباهي يعني هاي المكينة بتحسب الالترافلتريشن يعني الموضوع صعب يعني احنا اتفقنا ان المكينة بتحسب الالترافلتريشن اقوردنج للTMP اللي انت حطه طب ما الTMP ده فيه كزا حاجه ممكن تلعب فيه يعني لو الفينس برشير علل وحسن كينكي مش عارف فين لو مش عارف فين اتعامين القصه ماش ازاي طب ما ده هالعب في الالترافلتريشن يعني معنى كده ان الالترافلتريشن انا حطه لعيني بس نوع اكرت ده اللي انتخيلته لا طبعا لا ينفعشن نسيب الموضوع للصدفة فانا عايز بس ان دست اتفوق كده ما عشان الموضوع ده محتاجش لتخيو انا حاولت ترسمه بقدر الامكان بس الموضوع فعلا محتاج تخيو خلينا كده انتخيلنا دي الديلزيت ديلزيت ان وده الديلزيت ان وده الديلزيت اوت هم هنا حطيين فوليومتريك فلويد بلانسيك سيستم عارفين الساقية كل ما تضع فيها مياه بيتلف كل ما تضع فيها مياه والمياه اللي بتضعها من ناحية دي قد بالزبط الماء الداخل غشان البيعتمد على الوزن اللي ستدخله هنا احنا حطينا نفس الساقية دي هنا فالساقية ديلزيت الديلزيت الديلزيت اللي طالع من هنا يجب ان يخش جواها و عمرك MAYHHADKلك من هنا غير ادي الكمية اللي فنتطبع أريم مع الفيديو مش هدخلك غير ادي الكمية اللي فنتطبع بالضبط أوزنهم أيا أوزنهم obey all public يالا تجمع اللي بعدين اقاب تجمع شوية اقابوزنهم وبالسطبع معنى كده إن الدياليزيت فلو ماشي continuous زي البلد فلو ولا بلسطايا 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 لذا لو انت تفهم اتفقنا ان احنا دي ساقية وعشان بيطلع شوية داما من هنا يتجمع لك في التشامبر فاول ما يتجمع في التشامبر سيقوم لك في الساق ستقوم حب قدهم بصفة داخلية فعمري ما هيخش اكتر ولا اقلب اللي طالع لان اللي طالع هو اللي بيحرك وصلت لك المعلومة دي فلازم تجمع كمية عشان تبقى ايسا يتلف وصلت لك دي فعشان كده الموضوع البام بيتمشى بلسطايا مش مش اه مش ماشى زي الدم كده لأ بلسطايا شوية شوية هوب اعرفها ازاي بص كده على الخرطون بتاع الديلزيل ان هتلاقي فيه مونيتور كده صغير كده بلب صغير عمال بيطلع وينزل يطلع وينزل فده كل ما بيطلع كده دليل ان فيه شوية ده لازم يخشه انتفقنا فهو بيخش ايه؟ فلسطايا مش كونتانوس طيب حل ايه اللي بيحصل بك انت حضرتك وحطيت ultra filtration volume نفترض مثلا 2 لتر على مدار الجلسة لاربع ساعات فف 2 لتر على مدار الجلسة اربع ساعات يعني يقديه في الساعة يا دكتور اهي بك 500 في الساعة طيب ولو 500 في الساعة يعني يديه في ديئة يطلع تقريبا 8 ميلي في ديئة اه احنا بقى هنحطلك ultra filtration pump pump section بتشفط البمب دي هتبدأ تزبط نفسها ان هي تشفطلك 8 ميلي في ديئة من ال dialyzate الاوت انا حاخد اللي انت كتبول انت كتبلي ايه؟ انت كتبلي انت عايز تعمل ultra filtration 2 لتر ultra filtration 2 لتر يعني 500 في الساعة يعني 8 ميلي في ديئة يبقى انا كل ديئة هشفطلك من اللي طالع ultra filtration بتاعك اللي انت عايزه فيتبقى يتبقى اللي يخش لك جوا البمب دي عشان يخش لك قصد منه يساوي لي بالزبط dialyzate in لان انا لو انا خطيلك دول حطيت البمب دي بقى انا حطيتها هنا ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل ultra filtration لان انت كميل اللي مطلعها بالالترا filter بتاعك هيخش قصدها dialyzate فاهمين القصة؟ فالتين بيه هيبوز يبقى هالمكن عشان تزبط وتبقى very accurate في موضوع الالترا filtration ده بتعملها بطريقتين اول حاجة حطيلك ultra filtration pump بيشفط لك الرقم اللي انت حطته وعشان اعوض لك بحط لك volumetric بامب او volumetric balancing system تدخلي ده اوزن كيلد اوه ده 50 ملي او خش يلا خمسين ملي او اصاد ارمي ده يلا جمعني 50 ملي تانية خش 50 ملي طب انا سحبت مية يعني ترع من هنا مية او خمسين هايخش هنا وخمسين هايخش ايخش ايه؟ هايخش ايه اهااااااااااااااااااااا اي 5 ملي دة مين دة؟ لا لا ما هو انت هايخش ايه خمسين هايخش ايه ها حط بريت أقل من الإداخل دايماً اللي طلع أكتر اللي طلع ده اللي طلع ده في حاجتين اللي طلع اللي انت دخلته بلس الفلوود اللي انت ساحته من الجسم فلازم يطلع أكتر وصلت دي؟ لازم يطلع ايه؟ أكتر وصلت؟ يبقى كده توسان أب القصة كلها أنا عندي ايه؟ عندي الووتر تريتمنت بتاعتي يطلع لي المية بتخش على هيتر تسخنه يطلع غازات نشفوتها بعد كده نخش على المية دي زائد الاسد والباس بعد كده نخش على نقيس الكهرباء نقيس درجة الحرارة بعد كده نخش هنا اللي بيعدي لو حصل فيه مشكلة في الاسد بعد كده نخش على يقس لكمية الديليزيت اللي داخل قد ايه؟ نخش على الماكنة اللي انا شرحناه نطلع على كده يقس لك الديليزيت وفي الاخر الالترافلتريشن وفي الاخر نعمل لك ايه؟ 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 وقعت روي يعني في مشكلة هنا في حتة من الحتة او مشكلة في في السيركل دي كله فيه قطع فيها فيه فلط فيها فيه مشكلة الديليزيت مش عاق يمشي والفلوميتر ده اللي بيقس لك المكناة الشغالة بيعدلك كمية الديليزيت اللي قد ايه داخل هنا بتعدي ايه داخل وهنا عشان يطلع لك قصاد ونفس الكمية بالزبط تفهمت القصة ديه؟ وصل كده جماعا القصة طالعا هو الديليزيت اللي بيحصل هو اللي بيخيلي فيه بيتحرك الفلوود من البلط ولا هو كده كده الفلوود بيتحرك فانا لا عمي اللي بيخد لا دايماً دايماً الضغط جوه المرشح في الدم POST هايش كده؟ السؤال بقى هو POST في هنا لو انا خليت POST هنا هل هيحصل ألترافلتريشن؟ لا، لأنه تبقى متساويه تبقى لو انا خليت POST هنا هيحصل OVERLOOT انا عشان نعمل ألترافلتريشن نازم نخلي POST هنا دافعنا؟ خليناً انا سأعرفها كيف تبقى؟ قد اذا المرشان وقلأنا هنا وجناء على الضغط أولى دخل القدقى قد تبقى بعدها ستضبط القدقى فأني عرفت ردخلت القدقى صح؟ دخلت قدقى 50 سنتيم ونا مفروض أن نقرد ألترافلتريشن تماماً المفروض يطلعي هنا كم؟ أنا دخلت من هنا خمسين ومفروض أن أقوم بعمل ثمانية المفروض الذي طالع من هنا ثمانية وخمسين الخمسين الذين دخلوا ثم الثمانية الذين قمت بعمل ثمانية تقوم بالبومب سحبا لك الثمانية يفضلك الخمسين الخمسين الذين يتوازنوا وهم خمسين وصنعهم يخش تعال كده لما ديناها أركم كل الكلام اللي احنا قلناه ده البيزيك اللي انت لازم أي دكتور في وحدة غسيل في أي حتة في العالم يكون عبدا فيه بقى شوية أدفانس كونترولز كده يعني شوية حب حلوين يعني ده عشان يعني إيه؟ انت عايز توصل أحسن كواليتي في دياليسيز المريد بتاعك طبعنا؟ فاللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي دي موديولات بتتحط جو الماكنة خلاص؟ أبشنل حضرتك بتطلبها من الشركة تقولهم انا عايز الموديول ده انا عايز الموديول ده او فيه حاجات قريبية موجودة يعني فيه بروغرامز فيها موجودة جوه أي مكانة وفيه موديولات بتحطها انت بتطلبها عشان تجيلك ايه؟ تجيلك زيادة بتبقى بتامن أغلى شوية في بعض الدول العربية في بعض الدول العربية باكام كاربونيت موديولا بالتعامل أو تحاول الوضع 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 وطرع الوضع 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 لكنه ليس سهل و بسيط فتفائل و كده سنبدأ الأول بالأجستبال بيكربونيت يعني ايه؟ يعني أنا أقدر أغير في المعجمي ما هي المعجمي؟ مية وجارك أنا ألعب في المعجمي بيكربونيت اللخم المريض يبقى هلعب ليش كده الكلام؟ طيب ده اوبشنل حاجة موجودة في كل المكان تقدر تخش عليها بيكربونيت انا عايزه كام وأزبطه عليه طيب أنا ليه ألعب في القصة دي ليه هما مديني الابشن لو الله قالك لو أنت عندك عيان سبير لأسيداتك عيان عنده متابوليك الكالوزيس فأنا مش محتاج له بيكرب كتير عيان أت ريسك انه خوش نتيجة متابوليك أسيدوز سبيرة عنده فأنا مزبطه له يبقى أنا أقدر ايه ألعب فيه بس خد بالك مضاوم السهم هي ميزانة 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 فأنا ميزانة 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 كتبالك من هذه النقطة اكثر متسبقة ليغمتش ضد المدحية سيكون قال ليغمتش بأميد ملح ليه ملحية يفعل المكان أكثر landing 200 مائناIS يعني لا يغسل يوتっち 나는 바로 каналеrich سيكون leva up ويقر بالصوديم أن raped أبلغ سهل من مائنا والمائنات و لا أتحدث لا تأثير بناء البقاك لا يمكن أن لا قد صنحت Mul Cut و لكن أمريك أنك نفس القصف و تعتقد الصدوم بأن clarام يكون مكول شخص من الأسد كالسيام في المغنسيوم كالسيوم��나 ستعتقد قللت الصدج و تعلم ذلك س бокال ستلعب في ودود كله قللت السوديوم يبقى بأخذ بالك هذا سيقلل لأنه سيقلل لأنه لا أعرف أنه في البرورشنينك سيستم لا يقلل السوديوم فهو هناك عصاية جاية من الأسد كونسانتريت وفي عصاية جاية من الأسد كونسانتريت فإنه لو أريد أن أخلي السوديوم من 140 إلى 135 أو من 140 إلى 147 فهو هذه الأشياء كلها لا تلعب في الكلسيوم المغنيسي ولكن هل معنى أنه أنا أقول لك أنت ستلعب في البرورشنينك سيقلل وأنه أنا أعمل كما يفعل كل ما يفعل كل ما كان سوديوم متذبط على 140 لا لأنه سورة قريبة من السورة التي أجابها حسن لكنها سورة مورد كوميديا لا يوجد أحد مختلفة لا يوجد أحد مختلفة لا يوجد أحد مختلفة 140 لكل المرض لا أصلا المريض هذا سوديوم أصلا كان هايبروناتريميا فأنا أريد أن أقلوه سوديوم لكي لا يحصلوا أن السوديوم يحصلوا رابط لا المريض هذا المريض يقع على المكناة فأنا سوف أقوم بإمكانه أن أبدأ أنه تدريب وهكذا يبقى حضرتك قاعد أنا ليس قاعد عشان أرى الكتاب وقلاص لا أرى الكتاب وطلع منه بالمعلومات أنفذها بما يتوازى أو يتناسب مع مع حالة المريض لكي أصل إلى أكثر استفادة للمريض نقطة اللي بعد كده مالفرق ماهي الفرق ما بين الجملة دي ألاء والألترافلتريشن عادي هذا متضبط هذا متبرمج هو الطبيعي أن الألترافلتريشن تدخل الرقم لأنك أريد أن تسحبه هو يسحبه لك سوف نسحب 2 كيلو على 4 ساعة نضيت عليها ماهي يبقى 500 في الساعة ثمانية في الساعة ثمانية في الساعة ثمانية في الساعة ثمانية يعني من العالي قليل يعني أصحب لك في الأول ساعة دي لتر ويسحب لك لتر تسحبه على مدار الساعتين كل شوية أقلل لك فهي المكنة بتاعتنا أننا نعمل بها فيزينيا 7800 حواريكم البروغرامات اللي فيها هذا هو السيمريت الالترافلتريشن بروفايل الأولاني سوف يأخذ لك أعلى رقم وبعد ذلك يبدأ إليك بتدريج لغاية ما يوصل لخمسين في المئة من الرقم الأولاني سأقول له حضرتك هذا البروفايل التالي هذا البروفايل الرابع هذا البروفايل الخامس هذا البروفايل الساعة هذا سيفرني فيه والله في بعض المصادر قالت أن المريض في بداية الجلسة عمر يستحمل الترافلتريشن ريت عالي وفي آخر الجلسة لا والمصادر ديك مسكن لقات القوة بتاعتها بتقول له حضرتك احنا بنشوف مرضى كتير ما بيقدرواش يوصلوا للدراي ويت بتاعهم عشان آخر ساعة ما بيقدرواش يكملوها بيجيلي شد وبيجيلي ما عرفش ايه وفي سني هدوتهم عن الماكنة وانا تعبان وانا مش قادر وانا يقول لك لا عندما تسحب له كمية كبيرة في اول الجلسة لما انت كده كده عرف ان المريض بتاعك على اخر الجلسة وابدأ قلل له الريد هل السؤال الكلام نحن نبقى تلاني كليسيجنافكا نحن نقول كلام مهم موقعه يعني انت لما عملت بقى الكلام ده جربته وقال لك على الغد دلوقتي مفيش ايد مفيش اي ايه قوية بتقول ان ده احسن من العين مفيش تفنى طيب لغاية الكلام نحن نقول ده كله موجود في الماكنة العادي من بداية الماعمل نحن نقوله ده بداية الماعمل نحن نقوله ده ده شوية الادوانس اللي انت نازم تطلبه بالامر المباشر يكون موجود في الماكنة بتاعتك انت بتعمل موديفكيش تعديلات اول حاجه هي اسمها منترين موديفكيش ايه شتيمة طويلة دي بص فاندم القصة ده انلاين كيتي اوفر في يعني انها محمد يعني انت بتخسل الماكنة بتحسبلك الكيتي اوفر في املا ازاي انا متغير من المريض انا متغير من المريض لما دي التاني من الوقت الالتاني من الوقت الالتاني كمان اه فانت بتبدأ تزدبطي في المريض لغاية ما توصله لكيتي اوفر في التربية البتاع فهم سائل سؤال هم هم لو انا هنا احساب في الرقم Ho و ايه행 ؟ ا tropical اللي هو K اللي هو K ال T وال V سهلين ده أسل حاجة في الدنيا ال T وال V يبقى ال K هو اللي صعب طيب ايه رأيت لما هنضع لك كده؟ طيب ال V بقر يتحسن بالترايويت بتاعي ايه ما اللي هو انت بتقول انت تبقى عارفه؟ ليه هتورق بقى يعني اتكلم عن الترايويت ده رقم انت بتعرفه سواء من بتجيه في الوريد ده سجل وكامب ووزل وكامب والسكس بتاعه ايه؟ وهل هو عنده هارد فيلير او دي كلها داتا بتدخلها ويطلع لك الرقم بتاعه ال Total Body Wood مع المفروض يعني طيب ايه رأيت لما انا احط لك Ultraviolet Lamp و Ultraviolet Detector في ال Dializate Outflow ال Dializate Outflow اللي حيترامى في الصرف المكينة دي هتقسلك كمية السوليوتس كمية المواد او السوليوتس اللي طلعه من المريض بتاعه اللي اتغسلت اللي اتغسلت من المريض وطلعه فانا لو اخبت هم قسوا بقى عملوا وقت درسات وقسوا كمية المواد اللي طلعه دي او الريج بتاعه وقرنوها بالعيانين لما عملوا لهم Urea Reduction Ratio لقوا ان الكرد بتاع المواد اللي طلعه دي يساوي نفس الكرد بتاع Urea Reduction Ratio K و T و V المكينة بتحسبه و T المكينة بتحسبه و V رقم انت بتدخله على المكينة و يبقى شكرا يبقى دي طريقة تعمل لك فيها Online KT Over V طبعا يعني انا هنا باوريك ان فيه مكين في Online KT Over V بمكتوبه بس المكينة دي مش مبتقس المكينة 4008 مبتقس الكتي بنفس الطريقة دي مبتقسه بطريقة تانية هذه اللي عندنا بس ده موديول معدل منها اسمه O-C-M ده موديول معدل اسمه O-C-M دفعنا؟ طب بالمناسبة O-C-M دي اختصار ايه؟ Online Sodium Monitoring هي بقى المكين اللي احنا شفناها دي بتقيس KT Over V بس بطريقة تانية مش بطريقة ال Ultraviolet وبتاع الكلام ده لا بتقيس الطريقة اسمها Online Sodium Clearance Monitoring Mad personalized fluid هنركزة دي قدى حلم تاعك توقش انا اه هتفعنا ان الصورصات الدياليزيت فليوود الـ pure water والـ acid concentrate والـ base concentrate سهلة كده السوديوم موجود في مين فيومان محمد؟ في الاسل في الاسل انت الصعوبة عندك انك تطلع الكامل صح؟ صح كده؟ احنا اكتشفنا ان السوديوم كليرنس يساوي او تقريباً او تقريباً يساوي كوريا كليرنس حسنا حسنا صح؟ ايه السنسور اللي عندي اللي يقدر يقيس السوديوم؟ الـ conductivity صح كده؟ طب انا هحضطلك conductivity cell زيادة في الـ dialysis outflow ماذا كده؟ هحضطلك conductivity cell زيادة في الـ dialysis outflow المكنة بتظبط نفسها ان هي كل فترة معينة تقوم ايه عاملالك كده؟ مديالك pulse sodium يتقاس في الـ conductivity cell الـ M pulse sodium عشان كده الكلام pulse ايه؟ صوديوم فيقوم الـ pulse sodium ده يلف و يخش جوا الدم بتاع المريض دخل صوديوم زيادة بس الصوديوم ده هيرجع تاني دفعنا كده؟ و يتقاس في الـ conductivity cell فتبدأ المكنة تقوم حتى معادلة وصدق اه انت دخلت صوديوم بالـ red كذا الساعة كذا المفروض ان المريض ده هيخش ويمشي فيه ويرجعلي في الوقت الفلاني طب رجعلي قد ايه منه؟ و رجعلي بعد وقت ايه منه؟ فتبدأ المكنة تقوم حسبها لك الـ K يبا المكنة حسبت الـ ايه؟ طريقة معقدة شوية بس يعني ايه؟ شكوية عن طريق الصوديوم ونترم هرميلك صوديوم واشوفه استقبله امتى؟ و رميته واستقباله يعرفني الـ clearance بتاعه ولو عرفت الـ clearance بتاعه هقول ان الـ clearance في صوديوم يسوي الـ clearance في ايه؟ و فيوري فاضلي ايه؟ علشان الـ K-T over V فاضلي الـ T و دي هاجبها من ايه؟ المكنة هتحسبلك الوقت الميزة كمان في الـ online K-T over V ايه؟ ان المكنة هتحسبلك الـ actual time of Dallas قدنا المريض بتاعه اخده 4 ساعات بس الـ 4 ساعات كان فيهم وربع ساعات داخل الحمام و مش عارف و 5 دقائق فصل بدري عشان مش عارف كم مع ايه؟ و حصل ايه؟ الميزة قطعت ربع ساعات المكنة هتحسبلك هنا في الـ K-T over V online الـ actual time of Dallas المزجود والذي بدخلها بقى بالـ Anthropetic Measure أو بالـ سواء انا بشوف وزنه و سنه و الكلام ده او بحطه على جهاز اسمه Bio-Embedance و زي ما ناخد ان شاء الله في بحطه على جهاز بحطه على جهاز بحطه على جهاز بحطه على جهاز و الـ نسبة الماء في جسمك و نسبة الدبون و نسبة العطلات سهلة كده بصد حسنا النقطة اللي بعديها الـ يعنيه الحقيقة ان هذه نقطة غريبة جدا الطبيعي اللي انا نفسي كنت متخيله ان انت بتاخد الدم برا الجسم فالطبيعي ان درجة حرارة برا اقل من جوه فالطبيعي ان المريض يفقد جزء من درجة حرارة صح 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 هذا المنطقي خلاص اخشفته كل الاكسجين فالغريب ان لقينا ان الـ نتيجة نتيجة ان فيه طاقة حركية كبيرة عملة تحصل قداما سوليوتس عملة عملة و سوليوتس عملة و ترك فالطاقة العملة تتحرك جيفة قلب لحرارة سيحدث ماذا مشكلة ان دكتور محمود هموليسيس 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 على طوق اله و انا اخذت المريض غليته هم 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 استمتع لعيم بزر اي تشن فقوة قال لها حضرتك الي ام لان انا انتراني منتكلمش في الشيفرين والاعدنا من يعني تغيير هنا ببقى ماذا يعني حاجات صغيرة ولكن قال لحضرتك ان يعني دركات الحرارة تباية من عشرة تمانية من عشرة درجة دا اسوشييتد وز مينوس تواندي مليميتر ميركري في الدغت دغتة ينزع عشر درجة ثمانية من عشرة فرق إذا تطلق الضغط عشرين قلت بالك أن اللعبة في الدرجة التحراب في الماكينة مهم جدا صعب طيب الماكينة بتعمل الكلام ده ازاي الماكينة اخد بالك أن هي انا مش بقول لك هنا تنبريتشار مونيتور هي نقطة مهمة هذا الموديول ده بس موش تنبريتشار مونيتور ماهي الميزة ان اخدت لك الماكينة بتؤدي عمل الترمومتر بخمسة جنيه اخد بالك لماذا انا اقول لك ادفع ستلاف او عشر تلاف جنيه في الموديول ده اللي هو ممكن يؤدي عمل الترمومتر اللي هو هدف كياس الحرارة لأ انا قصدي هدفي اكترول درجة حرارة الدمج اتحكم فيه فبتحصل ازاي الماكين برضو الربعة تلاف وتمانية بيبقى فيه موديول زياد اخد بالك بيبقى فيه موديول ده بيخش من هنا ارتيريال لاين والفيناس لاين يبقى فيه سنسور من جوه وانت تثبط لبقى درجة الحرارة وبتاعه معرفش ايه وانت مش عايز درجة الحرارة تتغير البرنج محدد فيبقى بناء على الكلام اللي انت معطيات اللي انت مدهانه يلعب لك في التمتريتشر بتاعت الاية عشان يمنع ان درجة الحرارة تتغير على رقم انت كده انت خدت بالك انت اديته عمر بايه وهو نفزه ازاي انا اديته عمر ان انا مش عايز درجة حرارة الدم تتغير على رقم ان انا كتبهولك ستة وتلاتين ونص او ستة وتلاتين لان لما مريد بتاعي وصل سبعة وتلاتين دغط وطن انا مش عايز درجة الحرارة تتغير على فوق رقم ده هو بقى هو هينفز تعليماتك ازاي هيلعب لك في درجة حرارة الدهاليزيت بحيث انه يخلي لك الدم درجة حرارة اللي انت قلت تعليم حاجات جميلة جدا على فكرة طيب المديول اللي بعد كده ده مديول قبل عشان او يعني يعني مافيا بقى الحزب اللي نحن كنا نحسيبها زمانه ووقف ولا اخير اصبر خماش شار ثانية لا ده فيه اجهزة بالسهل الكلام ده موضوع فتعالك كده الذكاب اللي نحن سمناه مرة اللي فاتت ده انا بس عشان انما اخدكوش على الصورة الكبيرة مرة واحدة فانا باخدها لو واحدة واحدة بالتدريب ده كده لو افترضنا ده اذا اصدقل كده اذا اصدقا ونفترض ان ما بين المريكيا وهو ارتيي وما بين الكفاليك فانا نفترض ان الاكسل هذا الارتيريال لاين وفينوس لاين سهلة اللعبة انا اعطي لك سنتور هنا سنتور في الارتيريال لاين ليش كده الكلام السنسور ده ممكن يكون سنسور temperature conductivity هيماتوكريت او بيس 3 مع بعض بيس ايه temperature conductivity هيماتوكريت حل وروحت جاي سرنجة فيها cold saline فيها ايه cold saline هقول الجهاز او الموديول ده ان انا بعمل تست هقول الجهاز انا بعمل تست دلوقتي فانا ده بيبقى جهاز هو انت بتزبطه لما في الوقت انت جاي تعمل فيه تست بتقوله فانا هعمل تست فانا في الساعة دي وسجلها واحقن خمسة سنتي سلاين cold saline لو من قدم بتاعي طبيعي والدنيا تمام والدنيا بيس المفروض الخمسة مليا سلاين دول يخشوا كده وفين وفين على ما يرجعوا لك كده ده هيقرأ اللي فيه اي تغاير حصل لا ماشي كده دينا تمام احنا في التمام يا بيه ما حصلش ايه حاجة يبقى كده البرسنتي فيه كاما zero كاما احنا حصل كده نجبت سرينجة الخمسة سنتي وقلت للجهاز فيه طبعا جهزة انت بتدخل فيها المقياس بتاعك فيها جهزة بيبقى فيها سنسور تاني هنا عشان يقرأ انت ام تحقانت السلاين تحقانت الخمسة سنتي سلاين بتوعك وركز بقى فيهم ماشوا كده جزء منهم دخل في السيركيشن و جزء منهم حصل له ريس الكريشن يبقى انا هنا عندي ريس الكريشن من نسبة خمسين في المئة اللي اعرفت حسب ازاي ان السنسور ده ارى ان حصل تغير في التمفريتشر وكوندكتيبيتي وليهماتو كريت اميدياتلي بعد ما انا عشانت الايه الكود صلاي فلو هو عرف ان التغير حصل اميدياتلي ده هيترجمه على اساس ان هو ايه ريس الكريشن وبناء على الكمية او السنسور المحطوط هنا انت هنا خففت مثلا الديرة من محطوطة الخمسة مليو صلايين خففت بنسبة 20% لو جالك نفس كمية التخفيف هنا لو جالك نفس كمية التخفيف هنا يبقى % و فرسير كريشن من مئة بالمئة لو جالك % تخفيف هنا اقل مثلا بنسبة 5% يبقى فرسير كريشن 25% نقولنا ثاني تمام تمام الريسير كريشن نريد ان نأسس ال ايه ال اكسس بلاد فلو نقطة مهمة جدا نريد ان اعرف الفيستولة فيها بلاد فلو ريت قد ايه نريد ان اعرف ايه نريد ان اعرف الجرافت بلاد فلو ريت بتاعه قد ايه دفعنا خبقوا لحقائدك ان انت انت هتقوم قلب اللاينوطة انت خلعت اللاين بتاع السحبة حطيته في سن الترجيع وسحبت اللاين بتاع الترجيع حطيته في سن السحبة يبقى انت هنا انت عملت ايه ا دصيبك انت او خلص على ذلك لان البلاث الترجيع ال Working واد vielй انت فايبدأ اللاين بمشا ample يبقى الخل seres اللاين او هكذا ان البال اصدروا عن الاحسس ده بيعاني دم قدية فرمينت طب هو الكلام ده بيتعامل ازاي؟ فيه اجهزة جهاز اسمه ترانسونيك الوصد ترانسونيك ده جهاز بيبقى فيه نقطة بتاع كده سنسور احمر وزرع بيتحطه في الايه؟ في اللينات بتاع الدخل المرشح او في الاحسس بتاع المريض بتحطه في الاحسس بتاع المريض فهو انت بتقول ان انت هتعمل تست وادخله الداتا رأسه بتحقن وهو بقي رسام لك كيرفي ويتضبط لك الدنيا مع نفسه سهلا اللعبة دي؟ طيب المونيطور اللي بعد كده وهو اسمه Blood Volume Monitoring Blood Volume Monitoring ده حدرتك Ultrasonic or Optical Sensor ده جميل جدا ايه السنسور ده؟ ده Ultrasonic or Optical Sensor ده اللي موجود في الحتة دي كده بتدخل فيه الArterial Line بتدخل فيه الArterial Line هنا هو ده بيقسلك Inflow Blood Line To Detected Changes في الهيماتوكريت او بلازما بروتين او ايه تغيير في الحاجات ديه دورينج الهيمو دالس وبيترسم كده هنا اسمه BVM ويرسملك Curve بتاع Ultra Filtration بتاعك طول الجلسة ويقسلك هل فيه ايه تغير في الهيماتوكريت؟ هل فيه ايه تغير في الهيمو جلوبيل؟ هل فيه ايه تغير في الهيمو جلوبيل؟ ولا لا الطبيعي المنطقي يا دكتور محمد امانا ان All over the dialysis session الهيمو جلوبيل بتاعه يزيد ماذا كده الكلام؟ الهيمو جلوبيل بتاعه يزيد طيب افرد يا دكتور هادير لو حصل rapid increase في الهيمو جلوبيل معنى كده ايه؟ اللي انت بتسحب كتير انت بتسحب كتير انت بتسحب كتير ام ايه؟ هادير الريد بتاعك طيب افرد انت بتحطط Ultra Filtration goal بس المريض الهيمو جلوبيل بس المريض الهيمو جلوبيل بتاعه ما بتغيرش اللي انت بتحطط المريض الهيمو جلوبيل يبقى المريض الهيمو جلوبيل يبقى المريض الهيمو جلوبيل انت بتسحبله لان انت تعمل بتسحبله واللي هيمو جلوبيل بالغيرش اللي انت بتسحب من البلازما بيجيلك الأكثر صورة العامة بيجيلك الأكثر صورة العامة دفعنا كده فهو الموديول ده هلوضه في ايه؟ Anticipate and prevent فهي تنسب في العينين اللي هم بتعملهم Ultra Filtration ولو هو حس تغير سريع يديك ألرم الحق 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 فيه تغير سريع في الهيمياتوكريت او في الهيموغلوبين قلل Ultra Filtration بدلا ما هم بتاعك ضغط وإن؟ لذلك أنا؟ أو Another use is to identify patient with covert covert يعني secret او سريع with covert if load overloaded انت مش اخذ بالك ان عنده overloaded ازاي؟ انه عنده only a minimer or no increase in philtration during the age of dialysis نقطة اللي بعد كده single blood pathway single needle دي نيدل واحدة بس مريب بيدخلها فيها arterial line هي ميزة وعيبة ميزتها ايه؟ شكة واحدة معيبها ايه؟ ريسر الكريشن عالي جدا فهي المكناة دي بتتدخد في الايه؟ في المرضى اللي بيعملوا هوم دياليسس اكتر ده ما موجود بره في انجبيلترا والكلام ده عشان ما يتشكوش اكتر من مرضى ويبقى ليها طبعا قصة معينة المكناة بتسحب في وقت وبترجع في وقت تاني يعني قصة كده عشان نحصلش ريسر الكريشن بالنسبة بعد الموضوع اللي بعديه الدياليزرز المرشحات الكفاية كده النهاردة ومن المرة الجاية ان شاء الله نبدأ في اه صح؟ كده يا فضولينا بس نبدأ هذه المرة الجاية ان شاء الله يلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا